التحالف العربي يطالب العاملين من المنظمات الدولية والإنسانية بإخلاء مطار صنعاء فورا أفادت وسائل إعلام سعودية بأن قيادة التحالف العربي طالبت جميع العاملين من المنظمات الدولية والإنسانية بإخلاء مطار صنعاء اليمني على الفور وأكد التحالف على أنه وجه دربات جوية دقيقة ومحددة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء وأضاف أكد التحالف على أنه اتخذ إجراءات قانونية للتعامل مع التهديد وتابع دربات مطار صنعاء تأتي استجابة للتهديد واستخدام مرافقه لإطلاق هجمات عابرة للحدود وأوضح أسقطنا الحماية لمواقع محددة بمطار صنعاء وفقا للقانون الدولي والإنساني ومن جهاته يأكد مراسل في اليمن أن طائرات التحالف العربي شنت ثلاث غارات جوية على مطار صنعاء